كما استقبل معالي رئيس الوزراء فاهيمي باتاكي ألبير أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتجهيزات الطاولة المستديرة لرؤية شاد من 2017 إلى 2021 وقد ركز اللقامة رئيس الوزراء حول مدى جاهزية التي توصلت إليها اللجنة من أجل نقاط الطاولة المستديرة في العاصمة الفرنسية ترأس رئيس الوزراء فاهيمي باتاكي ألبير اجتماع أعضاء اللجنة التنظيمية للتجهيزات الطاولة المستديرة لللجنة الوطنية لرؤية شاد من 2030 اللجنة التحضيرية جاءت لشرح العمال التجهيزية للطاولة المستديرة التي ستؤخذ في شهر سبتمبر القادم في باريس العاصمة الفرنسية في البداية تهدز وزير الاقتصاد والتغطية التنموي جيتو ينباي الذي قدم أعمال التجهيزات التي قامت اللجنة بإعدادها للطاولة المستديرة القادمة رئيس الوزراء من جانبه أعطى التوجيهات اللازمة للإسراء في التجهيزات نظرا لاختراب الوقت المحدد أن هذه الطاولة تتعلق بدعم شاد في تنفيذ خطة التنمية الوطنية في بلادنا بعد الاجتماع الوزير الاقتصاد والتغطية التنموي تهدز للصحافة حول هذا الاجتماع قائلا هم أن يوم الماسبت لكاليوم المنتحدة؟ هم جانباً ف LET تقصل على المساعدة لتجهيز الغطة التنمية في بتجهيز لتجهز في التجهيز اليوم في سبتبه 6,7 et 8 سبتبه في من المساعدة كذلك الذي قسم لتقصل على المساعدة للحديم ونحن نعود أجل 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 لأنه سبتمبر قريب ونحن نعوده الجديد الجديد بالذكر أن هذه الطاولة تهدف من أجل حجت وتعبئة الموارد المالية اللازمة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية في بلادنا